مبارة الاسلبي لم تتوفر اي فرصة تذكر للمارد الاحمر ومن المتوقع ان نشاهد تغيير في مجريات اللقاء خلال الشوط الثاني وسعي كولير الى اجراء تحسين الفريق استطاع النادي الاهلي اليوم انهاء اللقاء بالفوز لصالحه بعد محاولات كثيرة خلال الشوطين الاول والثاني ليسدد اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لصالح القلعة الحمراء والتي جعلتهم يحصلون على ثلاث نقاط هامة لتؤكد التواجد في المركزان اولى مناد وراء المجموعات ونتيجة المبارات القادمة لن اهلي فيان اولى من الشهر ما رسال مقبل بدوري ابطال افريق يسوف تأكد ذلك مفاجأة في مبارة الاهلي وميدياما الغاني واجه الليلة الاهلي المصري خصم قوي في بطولة افريقيا انتهى الشوط الاول من لقاء الاهلي ضد ميدياما بالتعادل السلبي لم تتوفر اي فرصة تذكر للاهلي يتوقع ان نشاهد تغيير في مجريات اللقاء سعي كولر الى اجراء تحسين الفريق تمكن النادي الاهلي اليوم انهاء اللقاء بالفوز لصالحه سدد اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لصالح القلعة الحمراء والتي جعلتهم يحصلون على ثلاث نقاط هامة لتؤكد التواجد في المركز الاول من دور المجموعات ونتجة المباراة القادمة للاهلي في الاول من شهر مارس المقبل بدور ابطال افريق يسوف تؤكد ذلك مفاجأة في مباراة الاهلي وميدياما كان يواجه الليلة الاهلي المصري خصم قوي في بطولة ابطال هذا الشوط الاول من لقاء الاهلي ضد ميدياما بالتعادل السلبي لم تتوفر اي فرصة تذكر للاهلي يتوقع ان نشاهد تغيير في مجريات اللقاء سعي كولر الى اجراء تحسين الفريق تمكن النادي الاهلي اليوم انهاء اللقاء بالفوز لصالحه سدد اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لصالح القلعة الحمراء والتي جعلتهم يحصلون على ثلاث نقاط هامة لتؤكد التواجد في المركز الاول من دور المجموعات ونتجة المباراة القادمة للاهلي في الاول من شهر مارس المقبل بدور ابطال افريق ياسوف تؤكد ذلك اصدقائي العزاء ياريت بقى كل اللي يشوف الفيديو ده يساهم معانا في الهاشتاج بتاعنا اه بتاع القناة والموقع اه بالمناسبة المباراة الترجي والاهلي في زهاب ترقى بالنهاية الكسف افريقيا اطلال الدولي اه ياريت بقى تساهم في رأيك تستفيدوا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم سلام